أهلا بحضراتكم من جديد كل ما هو صلاح فهو عظيم الحمد لله بطرف لي طبعا يعني محمد صلاح في كل قدر حاجة جميلة ربنا يا كريم ووفقه فعلا أنه هو يستهل كل خير بصراحة ولا عشان اسمه صلاح برضو خالص والله لا من اللي بيعمله والله أنا عارف طبعا اللي بأظهر معك حاجة جميلة خلينا ابتدي معاك من النهاية طيبا نابتدي أحب آخر اللقطة وبعد كده هنرجع بقى ناخد الموضوع من أوله مباراة الزمالك كان عليكم ضغوط جمدة جدا يمكن أنا قريب منكم وعارف اللي حصل كان فيه ضغوط على كابتن محمد بصالح حبيدو كان فيه اتهامات للفريق من المغربين طبعا يقول لك الفرقة عجزة والكلام ده كله حتى أنتوا أشارتوا لده كلمني عن الفترة دي قبل مباراة نادي الزمالك الأخيرة طبعا أولينا كابتن هي قصة كلها لما حصلت الخسارة عطماتش مترجيت هي كانت مفاجأة بالنسبان وطبعا فيه أشخاص كتيرة جدا استفايت بالموضوع دول فبدأت تطلع الموضوع اللي الفرقة عجزت والفرقة خلالت تتغير وحصل كذا كلام كتير أوه في الفترة دي الفرقة لازم تتغير لازم يحصل فيها تغيرات والكلام ده كله فطبعا إحنا كان عندنا ضغوط طبعا كابتن محمد صليح اللي يكون فعونه بصراحة كان مضغوط بشكل غير طبيعي الفترة دي فعلا وإحنا كنا طبعا معاه يعني طبعا لعبة كبار كنا بنقف معاه لا إن شاء الله ما تلقش وإن شاء الله ربنا هيعد الفترة دي على خير وياما وقفنا في يعني وقعنا في مشاكل يعني ضغوطات كتيرة في البطولة العربية وفي كذا حاجة يعني لحد لما جئنا قبل الموضوع الزمالك بحوالي أربع خمس أيام كده كان النادي كان كابتن محمد صليحي كان طالب يعمل معسكر قبل الموضوع الزمالك بيومين نعم إنها دي بصراحة وافق على المعسكر دخلنا المعسكر بدأنا من أول لما دخلنا المعسكر الفرقة كلها تحولت بين فرقة تانية خالص من غير ما نتكلم مع أي حاجة خالص من أول ما دخلنا القتيل الفرقة كلها عندنا هدف إن إحنا عندنا موضوع الزمالك لازم ربنا يكرمنا ونقصر الموضوع ده إن دوت هيخلينا يعني الدور هيبقى لسه زي لسه في الملع لا حصلش حاجة من نقطة صفر آه بالضبط صفر بالعكس إحنا عقصرين من ثلاثة صفر قوتاتة واحد بحنا على الصدارة بفرق اتنين بونط والحمد لله في عمل فرقة كتبتعمل أقصى ما عندها اليومين دول في التمرين في المحاضرات في الالتزام في النوم بدري في سماع الكلام كتبتعمل أي حاجة بيقولها في التنفذ آه بيتنفذ فالحمد لله دي كانت النتيجة ظهرت الموضوع زي ما أنت حياتك شفت كده التفوق آه بالضبط بجي لقطة المجرعين إن شاء الله يعني الفرقة كلها كانت على قلب الرجل واحد واللي كان مطلوب مننا بالضبط الحمد لله تنفذ وفعلا زي ما كتبتعمل أقلنا في المحاضرة على يومين حصل بالضبط والكلام ده كان بفيديوهات ومتقطع وكل حاجة فيديوهات وعلى اللوحة على السبورة وكل حاجة كل يوم كل بعد كل تمرينة في حاجة خاصة باللات الزماني لعيب لعيب النوت يتضعفه فين النوت الكواته فين هنلعب إزاي هنوقفهم إزاي كل حاجة يعني اختربنا كل حاجة عملنا عليهم حضرات خمس مطشوط خمس مطشوط فرقتوا عليهم خمس مطشوط ليهم آه يعني متقطعين الإحصائي طبعا أطعها الكوة فرقتوا أهم خمس مطشوط كان مطشي للتحقق كان مطشي جيش ومطشي سموحة بتايالي سموحة ومطشي بترجيت آه ومطشي غالبا كمان غالبا التيرون آه ومطشي هيليوبلس كمان كانت رعت على اثنين فاتفرقتوا على المطشوط دي وشفتوا كل حاجة شفتنا كل حاجة اللي هم كانوا بيبكويسين في ايه طب المحترف انتو متفرقتوش عليها كابتو يعني المحترف انتو شفتوه يوم المباراة ما شفتوش قبل كده طب الرتوب سرعة في الملعب بس هو كابت محمد سيحي شاف له فيتجهات على اليوتيوب آه واحنا كمان كانت هدفنا اصلا ان هو كان ميزا اللي هو يلعب ان هو اصلا اماتش ضغط جامد اوى عليه ان هو باله ما لعبش ولا ماتش ما لعبش ولا ماتش فاحنا كان بالنسبة لك كان خلي بالك كابت نلقاني مدير فاني للزمالك اخره في الاشتراك عشان كده هو كان كده بالزبط هو كان عايز يشوف اللقاية بتاعته الاوانين لو مشوا خلاص مش هيلعبه لكن لو في حصل اي ظرف ولا حاجة من اللقايب عنده فاربعة يلعبه وده اللي حصل فعلا وده كان هدفنا اساسا اللي احنا لازم عايزين نلعبه ان هو اكيد هيقى مشدود ويبقى الان ان هو يعني الماتش طبعا هو معروف ومسموع طبعا الماتش قاله زمالك ده ماتش ديربي وماتش مهم جدا ولولو كان كسب كان يبقى خلاص فارق عالدوري لو هيخسى الموضوع لسه فيه طبعا طب خلينا ده ملخص لماتش طبعا الزمالك اللي فات والحمد لله اللي خلص ثلاثة صفر وكان ليه يعني مفهول السيحة طبعا